حذر نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ياسر عرمان من تجاه الاهتمام بقضايا الحرب والسلام خلال المرحلة الراهنة قائلا نهله انعكاسات على مستقبل التغيير في البلاد وقال عرمان في تصريحات له في المحهد البريطاني للدراسات الاستراتيجية قال ان قضايا الحرب والسلام لا تجد الاهتمام الكافي الذي تستحقه وهذا مضر بمستقبل الثورة والتغيير وقال ان الامر يحتاج لمزيد من الوضوح والوحدة والطرح المهام في وقتها وعلى رأسها ارجعوا جهاز الامن لمهامه التي حددها دستور 2005 قبل تعديله